يعتبر مسترد نوفي سكوشي داك تولينغ ريت ريفر الذي يشار إليه غالبا باسم تولر سلالة مميزة ومتعددة الاستخدامات تنحدر من شواطئ نوفا سكوتيا كندا اشتهر تولرز بمظهرها المذهل وذكائها وطاقتها اللامحدودة وقد اكتسبت مكانة خاصة في قلوب محب الكلاب حول العالم من حيث الخصائص الجسدية فإن تولرز هي كلاب متوسطة الحجم ذات بنية عضلية ومتوازنة معطفها المزدوج المميزة مقاوم للماء ويتكون من طبقة تحتية ناعمة وكثيفة وطبقة علوية أطول ومستقيمة يمكن أن تتراوح الوانها من ظلال مختلفة من الأحمر إلى البرتقالي عيون سلالة المعبرة والتي عادة ما تكون داكنة ولوزية الشكل تمنح تولرز مظهرا ذكيا ويقظا ما يميز تولرز عن غيرهم من المستردات هو أسلوب الصيد الفريد الخاص بهم المصمم خصيصا لجذب الطيور المائية واسترجاعها يتمتع تولرز بقدرة رائعة على تقليد حركات الثعلب واللعب على طول الخط الساحلي لجذب فضول البطي بمجرد أن يصبح البط ضمن النطاق يبدأ تولر في العمل ويستعيد الطيور التي سقطت بحماس أكسبهم هذا السلوك المميز لقب مسترد الرسوم بالإضافة إلى براعتهم في الصيد فإن تولرز معروفون بطبيعتهم الودية والصادرة غالبا ما يتم وصفهم بأنهم حنونون ولطيفون ويشكلون روابط قوية مع عائلاتهم تعتبر تولرز جيدة بشكل خاص مع الأطفال مما يجعلها خيارا ممتازا للعائلات النشطة التي تستمتع بالأنشطة الخارجية فيما يتعلق بالذكاء فإن تولرز سريع التعلم ويزدهرون من خلال التحفيز الذهني إنهم يتفوقون في رياضات الكلاب المختلفة بما في ذلك خفة الحركة والطاعة وكرة الطيران إن حرصهم على الإرضاء وقدرتهم على التكيف مع البيئات المختلفة يجعلهم رفاقا متعدد الاستخدامات ومع ذلك من الضروري ملاحظة أن تولرز هي سلالة نشطة تتطلب ممارسة التمارين الرياضية بانتظام لتظل سعيدة وصحية تعتبر المشي اليومية ووقت اللعب والتحديات العقلية ضرورية لإبقائهم محفزين ومنع السلوكيات المرتبطة بالملل في الختام فإن نوفيس كوشي داكتوليند ريتريفر هو أكثر من مجرد كلب جميل إنه رفيق متعدد الاستخدامات وذكي وله تراث صيد فريد سواء كان كلبا عاملا ماهرا أو حيوانا أليفا عائليا محبوبا فإن سحر تولر وروحه الرياضية وذكائه يجعله سلالة متميزة لأولئك الذين يقدرون رفيق الكلاب النشط والجذابي ترجمة نانسي قنقر